طبعاً احنا معنا على التليفون دكتور شريف خاطر رئيس جمعة المنصورة عشان نعرف منه كافة التفاصيل يا دكتور صبع الخير يا فن صبع الخير يا فندي احنا نستاني يا فندي يا اهلاً بحضرتك عايزين نعرف من حضرتك في البداية طبيعة هذه المسابقة من فعليات وانشطة طبعاً المجلة الاعلى للجماعات مثلاً في معروف دير التعليم العالي اطلق هذه المسابقة بين الجماعات المصرية والحياة جمعة المنصورة منذ فترة بعيدة كانت بتهدف لهذا الملف وهو ان تكون جامعة صديقة للبيئة في كافة المجالات سواء في ادارة المخلفات او المياه او الامحات العلمية التي تخدم البيئة وايضاً التغيرات المناخية وكذلك الازمات والتشريعات واللوائح التي تونتها الجامعة التي تهدف الى الاستدامة وتحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين وفضوء اطلاق هذه المسابقة الحمد لله تم رفع المنصورة على الموقع الانتروني المسابقة وكانت اللجنة التحكيم لجنة خارج جميع الجماعات المصرية بحيث يكون التحكيم يتميز بالموضوعية والشفافية وجاءت اللجنة لزيارة الجامعة وبحثت كل الملفات وكل النقاط الموجودة والمعايير التي اطلاقتها اللجنة والحمد لله توافقت مع الاهداف التي تسعى اليها وحصلنا على المركز الاول مناصفة المعجمة القاهرة دكتور شريف طبعا بعد التحية والف مبروك مرة تانية بس حالك تحدثت عن بعض العوامل اللي قدت انه او كأنه السبب في ان جماعة المنصورة تفوز بهذه الجائزة على سبيل مثال منها تدوير المخلفات حابين نعرف من حضرتك يفنم قلية عمل هذه المنظومة مش بس تدوير المخلفات لكن المعايير اللي على اساسها قدرت تفوز جماعة المنصورة طبعا احنا عندلك كده ملف من هذه الملفات طبعا احضرتك تعلاني جيدا ان لدينا 13 مركز طبي ومستشفى جامعي وفي مخلفات بتخرج من نتيجة الاستهلاك من هذه المستشفيات وبالتالي كيف يتم التخلص منها التخلص الامن هل في شركات بتيجي تاخد المخلفات بحيث ان ما يتفوقش اي عثر يلوث البيئة ايضا الاستخدام الامثل للمعزين المقلفات وكيف يتم استغلالها بالتعاون مع محاصف البيئة فالحمد لله احنا عندنا كجامعة ما فيش الملف ده بياخد اجتمام غير عادي ايضا السلامة المعانية فيه ادارة موجودة في الجامعة تتولى ادارة السلامة المعانية ومواجهة المخاطر فيه مرور شبه يومي على الكليات وعلى المستشفيات للتأكد من عدد وجود اي مخلفات تؤثر على البيئة او تؤثر على المواطنين او منصوب الجامعة اعتقد كمان يا دكتور ان المساحات الخضرة داخل الجامعة برضو من الحاجات المهمة اللي ساعدت والتشجير وكده هو طبعا جامعة المنصورة من الجامعات اللي انا ادعو انها متميزة يمكن على مستوى العالم في المنطقة الخضراء والتنسيق الحضاري والحمد لله ده يعتبر متنفس للطالب اثناء اليوم الدراسي ايضا بالنسبة لعضاء التدريس والجهاز الاداري يعني انا ادعو البعض يطلع على هذه المنظومة وهذه الجامعة التي تتميز منذ انشاءها من سنة 72 حتى الان بالتنسيق الحضاري والمنطقة الخضراء التي تعتبر عامل من عوامل تميز جامعة المنصورة طيب دكتور شريف بالنسبة للطلاب طلاب جامعة المنصورة يعني هل بقى عندهم الوعي الكافي تجاه هذه القضايا تحديدا تغيير المناخ وما يحدث عمتا في العالم وان احنا دلوقتي بنتجه لخلينا نقول منظومة صديقة للبيئة متكملة وازاي تم اشراكهم اصلا في هذا العمل بشكل عام هو طبعا الطلب الحمد لله طلب الجامعة المنصورة لديهم معي في هذه التغييرات المناخية من خلال الندوات التي عقدت على مدار العام من خلال فيه دورات تدريبية فيه لجنة شكلة لإدارة مالهات في التغييرات المناخية والحقيقة فيه تنصيق مع كل الجامعات في الدلتا سواء كانت شمال او ضرق او وسط الدلتا تم عمل اكثر من الندوة والاكثر من مؤتمر اللي ايضا فيه كتيب يصدر او ملخص عن هذه التغييرات المناخية يطلق على الفيسبوك وعلى الطلاب اللي اتدعى في الناس الحياة بيساهمه في القاء بعض الندوة مستصر عن سناء المحاضرات عن عديد تغييرات المناخية حيث ان الطالب اللي ما بيجيش ندوة او بيحضر مؤتمر يكون عنده فرصة انه يطلع على احدث هذه المطايرات طيب هل فيه سنوات دراسية معينة بتستهدفوها ان الطالب دول يكونوا موجودين وهم بينفزوا عمال المبادرة معاكوا او بيساعدوكوا فيه هو طبعا المبادرة بطيقى مطلقة لكل الطلاب اللي بنبكس طبعا ان الطالب يكون جاد لديه صفافة يكون عنده ساعدات للعمل الطوعي والحقيقة الحمد لله ببعندنا نسبة فيها جدا جدا بنتهي تختار منها طلاب المنازلين وخاصة الطالب اللي هو على واشة التخرج ده بيكون فرصة ان يخدم المجتمع ويكون لديه فرصة بعد التخرج ان يكون يعني سعال داخل المجتمع المنازل دكتور شريف عفوا بجانب الندوات التثقفية والندوات التوعية التوعية الطلاب جماعة المنصورة باهمية هذا الملف تحديدا عايزة اعرف من حضرتك هل فيه مسابقات كان من دورها انها تحمس الطلاب اكتر او تحفز الطلاب ان هم يعرفوا اكتر عن تغير المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة ولكن ايه اللي حصل هو فعلا فيه مسابقة وتم فوز يعني عمل اكتر مسابقة بين الطلبة وبين الاعضاء التدريس والحياء المعاونة على مستوى الجامعة وفي عندنا الحمد لله فرق فازد بالمركز الاول وحتدخل على مستوى الجامعات المصرية للتصفية وكان هدفه ازاي احنا نكون جامعة صديقة للبيئة اعدوا ابحاث علمية في هذا الشهر نشكر حضرك طبعا جزيل الشكر وبنحييك مرة تانية وبنبارك لحضرتك على هذه الجائزة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة شكرا جزيل حضرتك يا فندم طبعا جميل ان يكون عندنا مستوى عالي من الوعي بين الطلبة باهمية التغيرات المناخية وما تحدثه من تأثيرات على كل نواحي الحياة الجميل كمان في جامعة المنصورة ان هي من الجامعات الحقيقة ان هي كل فترة بتبهرنا بوجودها في تصنيفات مش فقط تصنيفات محلية ولكن في تصنيفات عالمية كمان جامعة المنصورة دايما حريصة هي تدخل هذه التصنيفات والحقيقة بتحقق مراكز متقدمة دايما في كل تصنيف او في كل مسابقة بتدخل فيها بتحقق مراكز متقدمة وحالي نتكلم عن جامعة صديقة البيئة اعتقد ان دي حاجة من الحاجات اللي ما كناش بنسمع عنها خلال الفترة اللي فاتت لكن ده توجه عالمي دلوقتي يعني ادخلوا كده اكتبوا سيرش كده على جامعات صديقة البيئة فهتلاقين في جامعات كتير جدا عالميا صديقة البيئة وبتسعى لتحقيق الاستدامة في هذه الجامعات مشاريع كتير تمت في الجامعة عشان في الاخر نقدر نقول ان جامعة المنصورة من الجامعات صديقة البيئة مشاركة الطلاب ودي حاجة مهمة جدا جمانا كنت بتكلم فيها مع دكتور شريف دلوقتي هي توعية الطلاب ان الطلاب يكون عندهم درجة عالية من الوعي باهمية هذه القضية وازاي يشاركوا بعدد كبير من المشروعات في النهاية بتخدم جامعتهم وبتخدم بلاتهم وفي النهاية نقدر نقول ان هذه الجامعة جامعة صديقة البيئة بكل تأكيد اعتقد ان اهم عامل ليشازلي هو فكرة الطلاب لانه كل طالب هو سفير يقدر ان هو ينقل هذا الفكر لاشخاص اخرين فهي نقطة مهمة جدا ان احنا يبقى عندنا طلاب عندهم وعي كامل باهمية هذه القضية مش فكرة ان انا اطور مبنى او اطور مكان انا موجود فيه او فقط المنظومة ان كانت منظومة تدوير المخلفات او ما الى ذلك لكن فكرة انا يبقى عندي اشخاص عندها وعي بيئي دي مهمة جدا جدا ويمكن احنا محتاجين طول الوقت نشتغل على النقطة دي لان احنا الموضوع ده ما كانتش عندنا ده جديد علينا فمهم جدا ان احنا نشتغل على النقطة دي تحديدا ونعرف ان احنا ما نتعاملش مع البلاستيك على ما سبيل مثال يعني من اهم الحاجات او ابسط الحاجات ما نتعاملش مع البلاستيك مثلا نبطل نجيب كياس بلاستيك ما نشتريش حاجات في كياس بلاستيك بالمناسبة فيه شونط اصلا بتبقى موجودة وماش بقى او اي حاجة بنزل نجيب فيها الحاجة ونستخدمها اكتر من مرة ننزل نجيب بيها الحاجة ونرجع تاني ما نحاولش نتعامل مع البلاستيك بلاش الكوبايات البلاستيك ممكن نجيب كوبايات ورق يا شازلي لو في اماكن كتير دلوقتي لما بتروح تشتري منها مثلا مشروب على سبيل المثال ما فيش السترو او الشاليمو او المصاصة اللي بتبقى بالبلاستيك بتبقى حتى معمولة من ورق الكوباية كمان من ورق طول الوقت الحاجات اللي احنا بنشوفها او ممكن حتى ما ناخدش بالنا منها وبنعتبرها حاجات بسيطة هي حاجات مهمة جدا فيه ابحاث كتير جدا وتقارير كتير جدا عن خطورة البلاستيك وانه ازاي اذا البيئة وانه ازاي اثر على الكائنات البحرية وانه ازاي اثر على التوازن البيئي بشكل كبير جدا يمكن حد اقول البلاستيك محدش كان هيجي في دماغه يا شازلي انه كيس بلاستيك او البلاستيك يكون مؤذي الى هذه الدرجة طبعا بكل تأكيد كلامك مضبوطة جمانة وكمان فكرة وحنا نتحدث طبعا جمعة المنصورة تخلص الامن من المخلفات مساحات التشجير كل دي ثقافة مفروض تكون موجودة عندنا كلنا ويجب ان احنا نطبقها حتى على مستوى الافراد احنا بنفسنا كده نقوم بنفسنا زي ما كانت جمانة بتقول نحاول نبتعد قدر الانكان عن الحاجات اللي ممكن تضر بالبيئة على المستوى البعيد صحيح على اي حال